السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا إلا وأنبأ عنه أخبرنا بالتفاصيل الدقيقة لنهاية العالم طبعا أخبرنا ماذا يحدث لحظة الموت على المستوى الفردي وبعد الموت وفي عالم البرزخ وعالم الأرواح أخبرنا عن قيام الساعة وعلى ماتها وعلى من تقوم وكيف بل وأخبرنا عن تفاصيل يوم القيامة من المرور على الصراط والحساب والنشر والبعث إلى آخره هذا يدلك على رحمة هذا النبي بنا أنت عندما يكون لك طفل مدلل ضعيف ترحمه فدائما تعطيه نصائح هنا ستواجهك هذه المشكلة انتبه بعد فترة قد يحدث كذا انتبه إلى كذا دائما تنبه ما هي أحاديث الساعة هي تنبيه لنا أخي الحبيب تنبيه لنبقى في حالة ذكر لله الكلمة التي إذا قلتها تضمن أن الساعة لن تقوم عليك هي كلمة الله لا تقوم الساعة حتى يموت كل إنسان يقول الله ويبقى شرار الخلق سنتأمل هذا الحديث الشريف وكيف يقبض الله روح من تبقى في الأرض يذكر الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا انظر إلى هذا الموقف المرعب انظر إلى رحمة الله بمن في قلبه مثقال ذرة من خير فكيف بإنسان مؤمن يدعو الله ويذكر الله وقلبه مليء بالخير حياته كلها خير للناس كلها محبة ماذا عن إنسان كهذا إذا كانت رحمة الله بإنسان في قلبه ذرة من خير فقط أنه يرسل عليه ريحا باردة فيقبض روحه لكي لا تقوم الساعة عليه يبقى نوع من الناس لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما ولا يعرفون لا معروف ولا منكر فهؤلاء هم شرار الخلق والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد في هذا الحديث وغيره أن الساعة لا تقوم مدام هناك واحد يقول الله وفي الأرض من يقول الله الله تخيل حتى الذكر الله مدام إنسان يقول الله لا تقوم الساعة فهذه بشرى أيضا للمؤمنين بشرى للإنسان مؤمن يذكر الله وفيها أهمية ذكر الله احرص أخي الحبيب على ذكر الله دائما في ذلك اليوم أيها الأحبة يوم صعب جدا تخيل أن الأرض تمتلئ بأناس شرار الخلق تخيل هذه النوعية السيئة جدا من البشر أن الأرض تمتلئ بهم ولا يبقى من يقول الله أو يذكر الله هنا أخي الحبيب أنا أود أن أخذك إلى قضية ذكر الله وأن المؤمن لا يخاف من قيام الساعة بل يرجو قيام الساعة وساعة المؤمن تقوم عند موته ما هي الساعة؟ هي لحظة توقف العمل تبدأ ساعتك منذ أن يتوقف العمل متى يتوقف عملك؟ بالموت بعد الموت لا تستطيع أن تقول أنا سأصلي أو أصوم أو أتصدق أو أفعل الخير أو أكفر عن ذنوبي أو أقضي ديوني لا انتهى أعطيت الفرص كاملة في الدنيا عشت ستين سبعين ثمانين سنة أخذت كل الفرص الممكنة لذلك هنا الإنسان عندما يأتيه الموت يتحسر قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا يقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فالله سبحانه وتعالى أعطاك كل الفرص فاغتنمها يا أخي ما دمت الآن تسمعني وأنت على قيد الحياة وبينك وبين الموت شعرا فينبغي أن تعود إلى الله وتذكر الله وتتوب عن ذنوبك وتستغفر الله لأن الله غفور رحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم طيب لماذا الساعة لا تقوم على مؤمنين لأن عملية قيام الساعة مرعبة جدا النفخ في الصور لأن عملية النفخ بالصور مرعبة تنزل مثل الصائقة نحن نعلم أن أحد الأسلحة الأكثر إيلا من تسمى الأسلحة الصوتية تبث ترددات صوتية شديدة جدا ديسبل عالي جدا يمكن أن تمزق ليس فقط طبلة الأذن بل تمزق اللحم مثل هذه الصائقة مرعبة والمؤمن لا يمكن أن يعذبه الله الله ينجي عباده المؤمنين لذلك الحديث النبوي هنا يتفق مع الآية القرآنية هذه رسالة لمن ينكر حديث النبي الله سبحانه وتعالى يقول انظر معي إلى هذه الآية في سورة الزمر ونفخ في الصور نفخ الأولى ماذا يحدث عندما ينفخ هذا الصوت الصاعق فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله طيب في الأرض نعلم هناك بشر وحيوانات وكذا طيب في السماوات هناك أيضا كائنات هناك كواكب أخرى شبيهة في الأرض بالأرض الله تعالى يقول ومن آياته من معجزاته ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيه ما يعني في السماوات والأرض من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير قد نلتقي ذات يوم مع مخلوقات فضائية لا تدري لأن الله قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فيها نوع من التأكيد إذا لم يقل إن إذا في اللغة تعطيك نوع من التأكيد أكثر إذا وقعت الواقعة لابد أن تقع إذا جاء نصر الله والفتح لابد أن يأتي نصر الله في ذلك الوقت ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض فهذه النفخة هي نوع من العذاب فلا يمكن أن تصيب المؤمن لأن الله أهلك بالصاعقة قوم صالح الذين طغوا وعقروا الناقة أهلكهم الله بهذه الصاعقة فدمرتهم تدمير مزقتهم كهاشيم المحتضر فهنا أيها الأحبة يبقى من الناس شرار الخلق فيأمر الله سيدنا إسرافيل بالنفخ في هذا الصور فتنزل صاعقة تفني الحياة على ظهر الأرض تماما وتفني الحياة في الكون فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من ملائكة من مقربين الله أعلم وينتهي هنا الكون ثم نفخ فيه أخرى ثم نفخ فيه أخرى نفخ الثانية فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون تجدهم يخرجون كما يخرج النبات ينسلون من الأجداث مكان المكان الذي استقر فيه بقايا هذا الجسد سواء في قبر في قاع المحيط في مكان ما على الأرض لابد أن يبقى من جسد الإنسان حتى لو أكلته اللحوش يبقى منه ولو جزيء DNA جزيء وراثي لابد أن يبقى ومنه يركب يوم القيامة ويخلق وينسلون فأول ما يقوله هؤلاء شرار الخلق والكفار والملحدون اليوم الذين يحاربون الإسلام ويعملون على تشويه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أمثال هؤلاء إذا لم يتوبوا مجرد أن خرجوا من قبورهم أحياهم الله قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يأتيهم الجواب هذا ما صدق هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون هنا يأتي الحديث عن المؤمنين نسأل الله أن نكون منهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون حتى في الجنة العلاقة هي علاقة زواج لا توجد علاقات جنسية كما يحاول بعض المشككين أن يخدع أتباعهم يقول القرآن يتحدث عن علاقات جنسية في الجنة هم وأزواجهم وهكذا في القرآن كله في القرآن كله حتى الحور العين الله تعالى يقول وزوجناهم بحور العين علاقة الزوجية أي علاقة خارج إطار الزواج ممنوعة في الدنيا وغير موجودة أصلا في الآخرة فتخيل أخي الحبيب كل هذا النعيم الذي أعده الله لك كل هذا الفضل ستأخذه مقابل ماذا فقط أن تقول يا رب فقط أن تعترف بوجود الله في حياتك أن تقول الحمد لله أن تقول لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وبالتالي الله رحيم جدا وكريم ورحمته وسعد كل شيء نسأل الله عز وجل أن يعني يحيطنا برحمته فهو القائل ورحمتي وسعت كل شيء نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا